من أجمل ما يحدث في العالم العربي هو التكافل التكافل والتراحم ومساعدة أهلنا من الفقراء في كل أرجاء الوطن العربي التكاية التاريخية اللي بتساعد أغلب الفقراء هنا وهناك ومن بين التكاية التكية الإبراهيمية في مدينة الخليل التي يعود تاريخها إلى النبي إبراهيم عليه السلام نتعرف على هذه التكية ودورها عبر التاريخ في هذا التقرير قرب المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن تنشط هذه التكية على مدار العام لسد رمق المعوزين ولكنها في شهر رمضان تضاعف بمرات نشاطها وتقدم مئات الوجبات اليومية للأسر التي تعاني الفاقة وللوافدين إلى المدينة حضيت التكية باهتمام الدولة الإسلامية عبر الأزمنة من حيث الاعتناء بها ومدها بما يلزم لضمان استمرار القيام بواجبها الإنساني المستفيدون من خدمات التكية على قناعة تامة بأنها مباركة وامتداد لتراث نبي الله إبراهيم عليه السلام وتتكفل الأوقاف الفلسطينية بموازنة التكية إضافة إلى تبرعات أهل الخير أما فيما مضى فكان ريع هذه الوقفيات يصل من مصادره في مصر والشام والأردن وأنحاء فلسطين حسب القائمين على هذه التكية الملتصقة تماما بالمسجد الإبراهيمي المستهدف وعلى مدار الساعة من الاحتلال الإسرائيلي يعني شفنا هذا التقرير الجميل جدا وما نتحدث عن هذه التكية نتحدث عن مدينة الخليل دمان بيحكوا هاي المدينة اللي ما بيجوع فيها حدا دايما فيه هناك مشاريع دايما من خلال هذه التكية لإطعام الجميع فتحية لجميع القائمين على هذه التكية وتحية لحبايبنا بفلسطين